بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أعزاء الطلاب بعد أن وقفنا على مفهوم معنى دليل الشهادة وبينا كذلك مراتبه نقف الآن بك عزيز الطالب على شيء أساس وهو طرق استدلال هذا الدليل على الوحدانية كيف بينا لنا الحق تبارك وتعالى أن هذا الدليل من أهم الأدلة على وجوده سبحانه لقد شهد الله تبارك وتعالى لنفسه وهذه الشهادة تتضمن بيان الله عز وجل ذلك للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به لنفسه من إفراده بالعبودية فكأنه يقول يا عبادي لقد عرفتكم بذاتي وبينت لكم ودللتكم وعرفتكم كيف يكونوا الاستدلال وكيف يكون الدليل على وجودي إن الله تبارك وتعالى قد بينا انفراده بالوحدانية وأنه مستحق للعبادة دون سواه وذلك البيان هو غاية البيان وبأوضح الطرق على الإطلاق وهذا البيان إنما قد اتجه إلى ثلاثة منابع أو ثلاثة أسس سار عليها بيان هذا الدليل الأساس الأول هو الطريق أو الطريق الأول هو السمع والطريق الثاني هو البصر والطريق الثالث هو العقل فهذه الأمور الثلاثة السمع والبصر والعقل هي التي من خلالها عرف الله عز وجل هذا الدليل لعبادة ودلهم على ذاته سبحانه وأنه المستحق للعبادة أما السمع فإننا نسمع آيات الله تتلى وهي بينة واضحة فمن خلال السمع يعلم العباد وجود الله تبارك وتعالى حيث عرفنا سبحانه ذاته بذاته من صفات كماله كلها والوحدنية من هذه الصفات غاية البيان قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أنزل الله تبارك وتعالى الذكر والذكر والقرآن أي آيات القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن هذا القرآن ذكر وهذا الذكر نحن مسؤولون عنه أمام الله يوم القيامة حيث نسمع ما جاء فيه لنؤمن بوحدانية منزله سبحانه أيضا الطريق الثاني الذي من خلاله عرفنا دليل الشهادة النظر إننا ننظر في آيات الله التي بثها في الآفاق ونستدل من خلالها عليه كما هو الحال في آياته القولية السمعية حيث إن الكون كما قلت سلفا إن الكون هو كتاب الله المرئي والقرآن هو كتاب الله المقروء فنحن نسمع المقروء وننظر إلى المرئي لنصل من خلالهما إلى الله الواحد الديان كذلك من هذه الطرق العقل إن العقل قد نباه الله تبارك وتعالى بهذا الدليل دليل الشهادة فيجمع بين السمع والنظر ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة على أن الله هو الخالق لا سواه وأنه هو المستحق للعبودية لا سواه ومن فعل غير ذلك فقد باعد الله بينه وبين الجنة واستحق غضب الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله تبارك وتعالى بيّن أن الشهادة التي بثها من خلال السمع ومن خلال النظر ومن خلال العقل هي أكوى الأدلة على وجوده سبحانه وعلى استحقاقه للوحدانية